من ضمن الاسئلة كنت عاوز اسأل حضرك انا شغير في ليلانسر يعني شغرس بيشتغل عن طريق الانترنت بشكل حر بدون شكل نظامي في شركة او مؤسسة وفي المستقبل احابب ان اشتغل لحسابي تمام حاج جميل او افتح شركة كبيرة في مجال الفريلانسر وداخل كله التجارة عشان تدعمني في الموضوع ده بس مش عارف ادخل محاسبة ولا ضارة اعمال الافضل ايه رأي حاطيك في الموضوع الافضل في مجال الفريلانس لو انت عايز رأيي بصراحة انه مفيش حاجة من دول هتساعدك لان الدراسة الاكاديمية مش بتكون فيها كل المعلومات دي بتكون في الغالب فيها كلام نظري مفيهاش حاجات عملية على ارض الواقع مش هتستفاد بشكل مباشر لو انت حابب تهتم بده ممكن تجيب كتب اولاين فيه كتب عن الانترنتشيب او ريادة الاعمال كل الحاجات دي كتب بقى اجنبية هتساعدك انك تكون التفكير لكن الدراسة مش هتفيدك كتير خلينا تكون صادق لان المواضيع اغلبها نظرية ومش هتستفاد منها كتير فخلي بالك هنا وانت بتقدم على الاماكن دي سيئيا الموضوع مش هيكون بالنسبة لك فيه اي مشكلة ولكن خد الاقرب لك وادارة اعمال انا حاس انها تكون ممكن تديك ازاي تدير المورد البشري ازاي ممكن يكون فيها جزء رادة اعمال او مادة او اتنين وبرده ممكن ناس تقول لك في المحاسبة ممكن تاخد حاجات فيها تقدر انها تساعدك انك تكون الرؤية التحليلية للبطلت وكده فالموضوع سهيان ولكن في الموضوع الاذا دي الاهم والافضل هو انك يكون عندك شغل عملي اكتر منه شغل نظري واطار اكاديمية اكاديمية